أجوز أنه مثلا أنا أنه أعتبر أنه الأمومة ورعاية البيت دور ثانية كثير خطر كثير خطر مساء الخير متابعين برنامج السوشو برحب فيكم بحلقة جديدة وموضوع متير للاهتمام يمس شعور جميع الأفراد دون استثناء بالأمان سواء كان في العمل أو في الشارع سواء كانوا أفراد المجتمع منفردين أو مجتمعين حلقة اليوم بعنوان الأمن الاجتماعي رحبوا معاي بضيفة مميزة جدا الأستاذة أميرة القنة رئيسة جمعية ملتقانة للرائدات الأردنيات أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم شكرا لإستضافت في هذا البرنامج القيام طبعا أنا مبسوطة جدا بوجودك معنا لليوم واليوم رح نتير موضوع مهم جدا وحضرتك دارسة فيه كثير وحيضة فيه كثير ومشي كثير أستاذة عم يسمعوا بهذا المصطلح المركب خلينا نقول مضبوط صحيح صحيح بدنا نعرفه بداية تان للي عم بيتابعونا شو هو الأمن الاجتماعي هلا إحنا ما بدنا نحكي كلام خلينا نقول معقدة ومركبة بالأمن الاجتماعي هي الحالة الاجتماعية للفرد اللي بتعكس مستوى صحة نفسية واستقرار نفسي إلها أثرها على العلاقات المحيطين فيه وعلى إنتاجيته كفرد تمام هلا فيه إحنا مصطلحة نسمع فيه أستاذا هو الأمن المجتمعي شو الفرق بين الأمن الاجتماعي وهو محور حلقتنا اليوم والأمن المجتمعي هلا الأمن المجتمعي هو يعني أكتر من مجال الأمن الغذائي الأمن الاقتصادي الأمن السياسي لكن الأمن الاجتماعي كمصطلح مستحدث هو يعني فقط لغير بالحالة الاجتماعية للفرد في المجتمع ولازم نركز عليه تمام هلا اليوم بدنا نحكي شوي عن التحديات اللي بتهدد الأمن الاجتماعي لا التحديات صراحة كثير يعني في كثير شغلات لما إحنا نجي نذكرها يعني كثير لها أثر على الأمن الاجتماعي مثل عدم الاستقرار الأسري مثل يعني خلينا نحكي كمان يعني نسبة النساء الغير ممكن زوجات تمام ممكن يهدد الأمن الاجتماعي تمام في المجتمع مزبوط اه يعني ارتفاع أداد حالات النساء العازبات من زميهم الطلاق العاطفي مثلا اه والهجر العاطفي هجر عاطفي ولا طلاق عاطفي هم يعني مصطلحين لذات الحالة لنفس الحالة لنفس الحالة تمام طيب هلا هاي الأمور كلها أكيد تؤثر على الأسرة على الفرق كشخص كمجتمع هاي الأمور خلينا نتعمق فيها شوي شو المشاكل اللي ممكن نحكي عنها أسريا أو بين الأزواج هلا بالنسبة للأزواج يعني صراحة المؤسس الزوجية كتير ضعيفة واللي أثر على العلاقة الزوجية عدة عوامل كتير كتير كبيرة ولو إحنا مثلا بنيجي نذكر حالة دون حالة بنفكر حالة إحنا بنغطيها هذا الحكي يعني ما رح يحل المشكلة الزوجية لازم تكون في حلول متكاملة لازم يتم تناول موضوع الضعف المؤسس الزوجية من أكتر من ناحية من أكتر من زاوية لكن أنا بهذا اللقاء حابة أصلت الضوء على ثلاث أشياء أساسية منها المحراف عن الهدف الرئيسي من الزواج مثل إيش يعني هلا الزواج هو مؤسسة زوجية عالة استقرار المفروض نعم وهي الهدف منها الاستقرار وسكينة النفس وخلقنا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة لكن شو اللي عم بيصير فيها الحقيقة إحنا بعدنا كل البعد عن الهدف الرئيسي من اللي هو السكن النفس صار يعني خلينا أقول البعد المادي هو الأساس في التحكم في منظومة العلاقة الزوجية من ناحية هاي يعني لما بدنا نحكي بس عن الانحراف عن الهدف وصار في عندنا كمان نوع من الفردية الأفراد يعني الزوج والزوجة الفردية والأنا عندهم كتير عالية هلها الانرجسية ولا أنا التفضيلية هاي طريقة خلينا نقول بث أفكار مجتمعية طريقة إحنا عمالنا يعني ننشأ في مجتمع بحث بشكل متوالي ودائم على إنه كيف الإنسان يكون متميز الإنسان يكون يعني بالصدارة إنه يكون يعني يحقق ذاته بين الأزواج تحقيق الذات والتركيز على الذات نوعا يعني شيئا فشيء بلش خلينا نقول يحصر يعني تنحصر فكرة المؤسسية أو الفكرة الاجتماعية بطل إنه أنا ضمن مجموعة لأ أنا أنا بدي أحقق ذاتي أنا بدي أعمل طموحي المرأة بتحكيها الرجل بيحكيها الابن بيحكيها صحيح فالترابط الأسري نوعا ما صار برضو في هزر خلل نعم بالظرر وبعدين في عنا كمان من الأشياء اللي بتضرب بالهدف الأساسي من المؤسسة الزوجية هو التشجيع على الاستقلالية بتلاقينا إحنا كمان منحب نطلع لحالة من روح نيجي ثقف الحرية واسع الابن إله مثلا إله مساحة الخاصة الزوج كمان إله مساحة الخاصة الزوجة فالتشجيع على الاستقلالية كلها ضرب بالهدف الأساسي والرئيسي من المؤسسة الزوجية طيب أستاذي كمان نعتقد أنه كمان السوشال ميديا أثر كتير كمان هلأ هاي إحنا بدي يعني لما أتحدث عن السوشال ميديا بدي أتحدث عنها كأحد مسببات اللي أضعفت الأمن الاجتماعي لكن أنا بدي أرجع كمان للمؤسسة الزوجية أنه فيه كمان من الأسباب اللي خلينا نقول جعلت من المؤسسة الزوجية مؤسسة هاشة تغير أيديولوجية المرأة يعني كيف أنه المرأة بطلت المرأة النمطية اللي مثلا على زمان ستة وستة وبطل كله هذا الحكي لكن يعني هي صارت أكتر مثقفة يعني فاعلة لها شخصيتها المستقلة طريقة علمها نوعية علمها يعني أنا لا أشبهك أنت لا تشبهسين وصاد وعين فالتنوع في النساء كمان هذا تحدي كبير لأنه الشخص يلاقي فعلا الشريك الصحيح هاي كمان من الأسباب الرئيسية اللي خلينا نقول أضعفت عنا المؤسسة الزوجية والأهم يعني أو الشيء اللي كان متعلق بهذا السبب أو كان تابع لهذا السبب عدم إدراك الرجل بتغير هاي الأيدولوجية وأثرها عليه أيها يعني المرأة تغيرت والرجل مش واعي أشي اللي تغير أو مش متطلع أثر هذا التغير يعني هو بكيف عليها بيشوفها متحدثة لبقاء متعلمة بتجيب مصاري كل شي تمام لكن هاي الشخصية المستقلة هاي الشخصية خلينا نقول القوية هاي الشخصية العمالها بتفرض حالها في الحياة أوكي ما عادت تقبل بمنظومة الحقوق والواجبات اللي كانت مفروضة عليه بالسابق فهو لا يعلم ممكن هاي الحقيقة هلا يعني اللي بيتابعونا أستاذي هاي الحقيقة أحياناً هيك تعمل بوم عند المشن مية بالمية بس يعني عدم الإدراك يعني زي المعامل اللي بتحط رأسها في الأرض يعني لازم يدرك عدم إدراكها أو أن يكون في حالة إنكار ديمايل هذا ما بينفع المرأة تغيرت المرأة صارت أكتر واعي صار عندها شخصيتها المستقلة صار عندها دخلها المستقل صار عندها الاستقلالية المالية هي بالأصل موجودة في الشريعة الإسلامية طبعاً لكن حتى لما صار إلها دخل كمان هذا كله إلو أثر على خلينا نقول المؤسس الزوجية وكل اللي حكيت وذكرته أنا يعني كباحث في هذا المجال ومهتم في هذا المجال ومن خلينا نقول من خلفية كمان قانونية أكيد طبعاً بشوف إنه هاي الموضيع لازم يتم طرحها ولازم مش طرحها بس دراستها وتحليلها ودراست أثرها وفعلاً ما يتم إحمالها وهاي اللي أنا حكيتها على فكرة غيض من فايد أكيد يعني خصوصاً موضوع أنا مثلاً زالزالة ما مش مطلعة تبقى هلأ إحنا كمجتمع كمين الجهة المسؤولة وعي مين الجهة المسؤولة اللي لازم تنشر هذا الموضوع تحكي فيه حتى يصير فيه إدراك أكتر نعم سواء عند الذكر أو عند الانثة حتى يكونوا مؤسسة زوجية سليمة خلينا نقول خصوصاً مع المتغيرات مية بالمية وعلى فكرة نص أو أكثر من نص يعني أكثر من خمسين بالمية من حل المشكلة هي إدراك المشكلة تحليلها والوعي يعني أنك توعي توعيها أو تعرفي شو مثلاً خلينا نقول أبعاد هاي المشكلة صحيح صحيح فالوعي يعني أنا بعتقد أنه هو يشكل أكثر من خمسين بالمية من الحل وعشان هيك تكثيف خلينا نقول الندوات الحوارية ويعني تسليط الضوء على هاي الممبينة تسليط الضوء على هاي الممبينة أكيد عشان هيك أنا حبيت نحكي في هذا الموضوع أستاذ اليوم في حلقتنا تحديداً وقبل الفترة بعرفش إذا يعني هلأ مناسب نذكر أنه إحنا يعني كجمعية مفتقانة للرائدات الوطنيات كان عنكم مبادرة مزبوط أطلقنا مبادرة بعشرين واحد وعشرين عن الأمن الاجتماعي وكمصطلح صراحة مش يعني مستحدث بس مش بيعرفوه كتير الناس ما بيعرفوه كتير الناس وبعدين هوش يعني كلمة أمن اجتماعي بخاطب أو بيسلط الضوء على خلينا نقول هشاشة العلاقات الاجتماعية التي تربط الأفراد بعضهم البعض سواء كانت علاقة زوجية أو أبناء بأهل أو أصدقاء حتى صحيح أصدقاء وحتى بعلاقات العمل فكلها هاي الأمن الاجتماعي صراحة بيأثر عماله علينا كأفراد بعلاقاتنا لبعضنا البعض وعلى مستوى انتاجيتنا كأفراد صحيح أستاذ رح أرجع أكمل معك الحوار بس بناخد فاصل متابعين الكرام كونوا معنا وأكد رجعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بخصوص موضوع الأمن الاجتماعي حكينا في مواضيع كثير حسابة كثير مهمة وموضوع الإدراك عند كل فرد هذا الشيء كثير مهم هلا بنا نحكي عن موضوع تراجع الأمن الاجتماعي شو الأسباب شو اللي وصلنا لهاي المرحلة تحديدا زي ما ذكرت قبل شوي انه من يعني هي مجموعة أسباب ومن أهم يعني ذكرنا كأحد الحالات اللي هي ضعف المؤسسة الزوجية انتشار يعني وجود نسبة عالية من العازبات سواء كانت مطلقة أو أرملة أو لم يسبق إليها الزواج كمان يعني 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 أكتر من هاي أكتر فيه أكتر من سبب أكتر من سبب ترتكز تقريبا أستاذة يعني خلال قرار المؤسسة الزوجية هي الأهم علاقة المفروضة تكون وبرضو انه هلأ العازبات أو عدد العازبات صار مرتفع سواء بالأردن سواء بالمجتمع الوطني خلينا نحكي شو الأسباب الرئيسية يعني ليه انه صار فيه عذوف مثلا خلينا نحكي هلأ أنا يعني برضو من خلال الرأي الشخصي وقد أقول لي أسباب أخرى ولان يعني ناس أراء مختلفة بعتقد انه الفكر الممطي عن الزواج المناسب للمرأة كان أهم معيقات زواج للمرأة يعني كيف يعني مثلا المرأة لازم بسن معين لازم ما تكون مثلا سبق لها الزواج لازم ما يكون عندها أولاد لازم مثلا إذا مثلا لازم مرأة بعمر الخمسين أو الستين أو السبع لأنها يحرم عليها آه فكرت بالزواج كأنه هذا الاشي جريمة مع العلم لما بدنا نرجع إحنا مثلا لنساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني أولا خلينا نحكي عن زواجه من ستنا خديجة كانت متزوجة قبله بأكتر من شخص وكان عندها يعني أكتر من ولد إحنا يعني لو بعصرنا هلأ واحدة بدها تيجي تجوز خلينا نقول شاب بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتيجي يسمعوا أهله وهم هم تجوزة أكتر مرة وعندها عروا ولاد عندها كذا طبعا هاي الصورة الله هذا المنظر كير مهم له أستاذة كتير 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 مهم بعدين كانت السيدة اللي هداك لفترة ما عندها مشكله هي تبادر في الخطبة إحنا هلا صار عنا موضوع الزواج جدا مقيد بأفكار نمطية صحيح مجتمعية مجتمعية يعني صراحة قيدت من فرص إنه تشجع المرأة على الارتباط هذا الموضوع يعني خلينا نقول ممكن بده حل على حاله بصراحة لأنه أنا إلي كمان يعني تعقبات على هذا الموضوع بشكل عام مش بحكي عن حدا معين لا لا بشكل عام تفضلت بكلام جواهر هلا جدا إحنا المجتمع اللي خلق المشكلة لو نرجع للدين لو كل حدا بيرجع للدين إحنا ما في حدا هلا بلا زواج بالضبط وهي يعني خلينا نقول ثقافة مجتمعية ثيارات فكرية يجب العمل عليها يعني أنا مرات لما كنت أشوف مثلا لا للتحرش محفوطة لأنها كمبينز كلها كانت مدعومة ماديا ممولة أوكي مليانة لا للتحرش طب إحنا كان أولا نقول اتقوا الله في النساء هاي أنا ونمليها صح 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 اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء هي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في وسيطه الأخيرة تخيلي بعد الصلاة مباشرة حكا هاي العبارة وكان يعلم أكيد يعني بالوضع اللي ستقول له المرأة في يعني من عصره إلى على مر العصر أكيد أكيد وصفهم بالقوارير كمانا أه وصفهم بالقوارير يعني المرأة صراحة بحاجة بحاجة ماس لأنه حدا يدير ملف المرأة بشكل صراحة فيها تقوى لا في المرأة الله لأنه يعني المرأة يعني ما معد اللي يهددها التحرش المرأة يعني هي قادرة هي متعلمة شخصيتها قوية هي قادرة صراحة للدفاع عن نفسها في أوضاع كتير لما تكون هي مالكة زمام أمورها تمام هادي كلمة خطيرة هيك بين أقواص خلينا نقول لما تكون مالكة زمام أمورها نعم وهلأ يعني أنا بدي أرجع هيك أعمل خلط بين الكلام اللي حكيتي وبين هاي الجملة برضو الرجل وين دورك يعني الدور الرئيسي كمان لأنه المرأة حتى لو كانت قوية دائما بتضل بدها أكيد حدا أقوى منها أكيد هاي إحنا يعني أنا دائما بحكي لما بتحدث عن دور الرجل دور الرجل ودور المرأة في داخل الأسرة سبحان الله هو في شئنا بينه في شيء اسمه أدوار فطرية تتناسب مع طبيعتنا مع غريزتنا مع يعني استثمع أنوتتها والرجل مع ذكورته ما في مجال إحنا نغضل يعني نسور في هاي الأمور مهما كانت المرأة قوية مهما كانت معتمدة على النفس بطبيعتها بغريزتها بفطرتها تحتاج إلى الرجل الصند الرجل المحتوي الرجل الدعم وكذلك الرجل مهما كان ظروفه صعبة أو إشي بس دائما بحب يحس أنه هو الشخص القوي المسيطر الحامي ففي شغلات هي موجودة بطبيعة كل مننا فعشان هيك أنا إذا بدي أتحدث عن أدوار أين دور الرجل دور الرجل موجود وهو بطبيعتنا وفطرتنا لكن المتغيرات العصرية اللي إحنا حاليا نقطع فيها مثل ما حكيت أبد الفاصل أدت إلى خلط الأدوار وقلبها في بعض البيئات وبعض الأسر وكان إلها الأثر المخرب يعني أنا شخصيا مش ضد عمل المرأة ولا ضد مثلا لأن أنا مرأة عاملة كمان مش ضد إنه تساهم وتساعد في الدفل الاقتصادية للبيت والأسرة لكن عمرها ما تنسى هي ولا هو ينسى إنه الإعالة هي من حق المرأة على الرجل وإنها مسؤولية الرجل في الحالة باللحظة اللي بينسى الرجال إنه هو عليه هذا الحق وبتنسى المرأة نرجع للدين برضا لأنه هاي هاي بالشريعة الإسلامية موجودة وحتى معظم الشرائع السماوية إنه الرجل هو من يؤيل ليش لأنه مهما كانت المرأة قوية في مراحل عمرية هي تكون كتير ضعيفة يعني لما تكون حامل وعلى وجه ولادة وبتربع وبأمربع ومربع وعندها أطفال ورعاية أطفال وبيت ومسؤولية بصفي تخيلي دورها الفطري المقتصر على الرعاية بس إنها طبطب على فلان وطبطب على جوزها وعلى أولادها وترعاهم وتدير بالها وتنظف بيتها بطل قادرة إذا كانت تعمل فبيصير خلل بدورها الرئيسي وبيصفي هون الرجال يتدمر وهو بالأصل نسي إنه بالأصل كان دورها يعني بهاي الفترة كان يجب أن يقتصر على هاي الموضوع ولما منقول مراحل عمرية كمان المراحل العمرية بتخلي الست في عندها دينماكية أو مرونة تتعامل مش أنه آه بدي أكون مرأة عاملة آه أوكي درستي اشتغلتي عندك طموحك إحنا ما أنا شخصيا بحب هذا الشي وبعتبر إنه العلم طاقة بيدخل على الإنسان ولازم يطلع هاي الطاقة لكن لما برتب أولويات في مراحل مراحل العمرية لما يكون عندي أولاد لما يكون عندي مسؤولية أكبر يعني لازم أرتب خلينا نقول الأدوار حسب الأولويات ولا يجوز التجاهلها ولا يجوز إنه مثلا أنا إنه أعتبر إنه الأمومة ورعاية البيت دور ثانوي كثير خطر كثير خطر أي المفاهيم أستاذ أصلا كلها يعني أنا يعني بلاحظ ما في حدا عم يطلع أو يبحث بالشكل الصحيح هلا مفاهيم أصلا كلها صارت مخلوطة ببعضها ما حدا راضي حتى يبحث وين الصح إذا منرجع نحكي عن موضوع أنت يعني طرحتي موضوع جدا مهم له موضوع العذبات الليش المرأة إذا هي متزوجة أو إذا كانت متطلقة إذا كان عندها أولاد إذا كانت أكبر من الرجل أكبر منه أمرا إنه ليش عيب وين العيب مدام الشرع أوكي فكل المفاهيم أصلا إحنا ما بدنا ندور على معلومة بالصبت إحنا ما بدنا نعرف شو قلنا وشو علينا عاجل بدنا أقول لك كمان شغلة عن وجود نسبة عالية من العاذبات اللي هي المساحة الكبيرة الممنوحة للمرأة من الحريات سقف الحريات عندنا إلي وصار إحنا بإمكاننا نطلع ونروح ونسافر ونعيش حياتنا صراحة أكتر سعادة هلأ المتابعين سأقول لك ما أنتوا طالبتوا بهذا الشي طبيعي طبيعي بس إحنا لما كل إشي حتى الدول اللي أنت بتخديه بيعالجك لكن فيه إلو صايد إفكت صح ما صح ولا لا أثار جانبية هلأ إحنا أنا مع الحرية أنا مع صف الحرية صحيح أنا منتفعك بس إنه لازم يكون في الوعي عندي والإدراك أنا لما أكون ربة بيت وكل عندي مسؤوليات وعندي تعب وبره هيك دايما إشي مغري إنه طش مع الصحبات وروح أو السفر واللي بدك إياه صفة برات البيت أحلى من جوات البيت بس إذا صار عندي إدراك إنه أوكي وحتى أقول لك شغلش الأهم من إني أنا أرتب أولوياتي ومسؤولياتي أدرك حقيقة واحدة تعطي المؤسسة الزوجية عندي مرتبة عالية في تقييمها كيف إنه أنا أوكي ممكن أحصل على متع ملذات لحظية يعني هابين فان هيك أستمتع بوقتي بطريقة أو بأخرى أطلع أطلع شو هيك لكن عمري ما بحصل على الاستقرار النفسي والطبيعي اللي الله عمله أصلا هو آية من آيات الله يعني معجزة من معجزات الله في خلقه أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها فسكن النفس مقترن ومرتبط بالأسرة بالزواج بتكوين العائلة وهذا نفس الشي بيواجهه الرجل اللي مثلا خلينا نقول بيعمل علاقات خارج المؤسسة يعني خارج أسرته خارج الزواج بتلاقي بروحون بروحون هناك بس بيضلوا تعبان بيضلوا مدايق تنهار شوية شوية المؤسسة هو زي اللي بيترك السعادة وبيمسك بالملدات الملدات مهما مؤقتة وبعدين متنوعة بعدين ما فيها أي نوع من الاستقرار النفسي عكس سبحان الله السعادة والاستقرار والسكينة فلما المرأة والرجل بيدركوا أنه استقرار النفسي وسكن نفسي داخل إطار الأسرة بما يعتريها من مسؤوليات وتعاب وصهر ليالي للأم والرجال بده يكد ويتعب ويشأ إذا أدركوا أهمية هاي المؤسسة لسلامتهم النفسية لقدرتهم الانتاجية ولإستمرار لها المؤسسة الضواجية لأنه تعرفي الخطورة وين صار في تيارات كتير فكرية معادية للمؤسسة الزوجية معادية لتكوين الأسرة تلاقي بيروجه للاستقلالية الفردية للطموح الفردي للتمييز صراحة بدنا نسير متوحدين يسالة في ذكاء الاصطناعي جايك بيملو وقتنا بمعزل عن كل حدا وهي خطرة هاي فعلا فيها يعني نوع يعني كأنه فيه تخطيط لهدم البشرية يعني إنهاء هاي البشرية بشرية قائمة على التكاثر لأنه يعني استمرارية البشرية قائمة على التكاثر والتكاثر مش إحنا مش حيوانات مش مثل هاي الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته كائن اجتماعي بحب إنه يكون ينتمي إلى علاقة سليمة ينتمي إلى وصوية وصرية فلازم إحنا نرجع نفكر ليش أنا أوكي لو حتى بره وأنا ما أخدي سقف الحرية العالي كسيدة خلينا نقول ليش بره قد ما يكون فيها بسطة لا بالنهاية لا أنا بدي أرجع لبيتي بدي أسوي مسؤولياتي بدي أقوم باللي هذا ليه لأنه أنا عارفه وأدرك تماما صحيح إنه استقراري نفسي مش بره جوه بيتي صحيح والرجل شأنسي الشي طبعا طبعا أستاذي طبعا إحنا هذا الحوار بده حلقات مش حلقة لأنه ذكرنا كذا موضوع خطرين مهمين تحتهم خط أحمر فإحنا يعني عشان نوصلنا تقريبا لنهاية الحلقة بدي توجه رسالة تفيد المتابعين وبدنا تكوني معانا بحلقة تانية نحكي بتفصيل أكتر عن هاي الأمور هلأ أنا شوفي قبل ما أحكي عن رسالتي في هذا الموضوع إحنا حكينا يعني حابة سلط الضوء على أكتر من مسبب لتدني أو تراجع الأمور الاجتماعي حكينا عن ضعف المؤسسة الزوجية حكينا عن وجود نسبة عالية من خلينا نقول العازي باق فيه كمان عندنا انتشار للأسف الزواج السري وهذا كمان باب لحاله بطير كبير وما يسبب هذا الزواج السري من هجر للزوجة الأولى العاطفة وهذا يعني يسبب من الانهيار للأسرة للمؤسسة الزوجية يعني قتل بطيء يعني عرفتي للزوجة الأولى لأنها هي ما بتكون فاهمة شو اللي بيصير فيه انحراف وكمان فيه استغلال للزوجة الثانية لأنها رح يكون استغلال جنسي وعاطفي وتعامل معاملة العشيقة ففي الحالتين المرأة لا الأولى ولا التانية لا الأولى ولا التانية هم داخلين في علاقة سوية وانا من الأشياء اللي بتمنى في يوم من الأيام يكون فيه عقوبات عقوبات راضعة للزواج السري لأنه فعلا ينطوي على ضرر وضرر محب لكل الزوجتين وأصلا منافي للشريعة الإسلامية لأنه الشريعة الإسلامية أولا قائم على لا ضرر ولا ضرار ثانيا على الإشهار وتالتا أنت لما يعني لازم يعني فيه احترام للمرأة والإسلام عمره مكان قائم على إيش الوش والخديقة فهاي المنافي لمبادئ إسلامية كبيرة وكتير بيجي بيحطوا مثلا على وسائل التواصل هل الزوج مجبر إنه يخبر الزوجة وهل بالشريعة ومش بالشريعة كلها صراحة لغات شكرا لكم أستاذا ما فيه إحنا ما نبحث ما نسأل ما ما نعرف شو ما عدين نمشي على الإش الصحيح السريح كله كله لغات وصراحة هو نوع من التسويف ونوع من التضليل يعني الحلال بيّن والحرام بيّن وفيه أمور يعني هي واضحة وصريحة وما بدها تأويل يعني ما في داعي إنه إحنا نظهرها بقوالب مختلفة كمان من الأسباب من أخطر الأسباب اللي أدت إلى تراجع الأمن الاجتماعي هي أثر وسائل التواصل الاجتماعي اللي حكينا عنها اللي حكينا عنها هدول الأهم الأسباب واللي يعني خلينا نقول أهم الأسباب لكن إذا بحثت في موضوع الأمن الاجتماعي للأمانة كتير أسباب كتير أسباب وكتير شغلات يعني أنت لما بتحطي إيدك عليها بتقولي يا الله قداش هي مدمرة مدمرة للعلاقات الاجتماعية خطيرة على العلاقات الاجتماعية مثل الانتشار المخدرات مثل يعني فيه شغلات كتير إحنا لو نسلط الضوء عليها عارفة بدها وقت عشان هيك بدي أقولك شوريس عبتي من هذا اللقاء حاب أقول إنه موضوع الأمن الاجتماعي موضوع أولا هو مستحدث يعني يعني إن حكى فيه كجزئية مستقلة هيك بهاي التركيبة هو مستحدث لكن الأشياء اللي داخله إحنا موجودة متعارف عليها زي مثلا شو اللي بيصير إرتفاع حالات الطلاق ضعف المؤسسة الزوجية أثر وسائل التواصل لكن إني أحط في كاتيجوري هيك في خانة وحدة إنه كل هاي الأسباب بتضعضي للأمن الاجتماعي ومدى أهمية الأمن الاجتماعي في أي مجتمع وأثر التراجع هذا على سنوكيات الفرد وعلاقات الأفراد زي ما قلنا سواء زوجه زوجة أمه وبنتها أبه ابنه صديقه صديقه صديقة وصديقتها رئيس ومرؤوس كله يؤثر يعني لأنه ليش لأنه ببساطة مرتبط بالصحة النفسية والاستقرار والتوازن النفسي فعندما نكون إحنا نتمتع في حالة اجتماعية صحية ونفسية سليمة ونفسية سليمة رح تكون الأمور كتير أبسط يعني كتير أحسن من الوضع اللي إحنا فيه ومن هذا اللقاء بحب أقول نحن بحاجة فعلياً لمركز أبحاث مختلف بطبيعته عن المراكز الموجودة وطبيعة المواضيع اللي إحنا منتناولها في هذا اللي بحث الأمن الاجتماعي مختلف عن والله تمكين المرأة اقتصادياً يعني التحرش العنف ضد المرأة صراحة كلها برامج مستوردة وما إلها يعني إلها خلينا نقول فئة متضررة منها لكن السواد الأعظم بالمجتمع ومدى تدخل جميع الأفراد بده بحث أسباب أخرى خارج الصندوق اللي حطونا فيه لسنوات نحن بحاجة لهذا الموضوع بحاجة لمركز الدراسات وأبحاث ومرات كثير بقول يريد يعملون زي في مديرية صحة نفسية مديرية صحة اجتماعية حينو حينو هذا يعني طرح جميل جداً يعني أنا كمان من خلال هاي الحلقة يعني تأخذ بعين الاعتبار صدقال نعم نعم وللأمانة يعني كل اللي أنا ذكرته غيض من صيد يعني كتير فيه أشياء وفيه أشياء وليسه أسباب يعني هاي اللي أصعفنا الوقت لذكرها ويعني حطناها ومن أهمها لكن في كتير أسباب ويجب دراستها ويجب عارفة يعني حطها في خلينا نقول رسم بياني ونشوف أثرها يعني لأنك أنت بدك ترتبي هاي الأسباب بدك تعملي دراسة خلينا نقول ميدانية دراست أثرها مدى انتشار أي مثل خلينا نقول ظاهرة مجتمعية سيئة تمام؟ أثرها نصير نرتبهم طب شو الأسباب له هاي الظاهرة الأسباب حقيقية مش نيجي نقول كل شي نرده للتمييز ضد المرأة ضد الرجل يعني صراحة الوعي والإدراك والبحث كله مرتبط ببعضه حتى نوصل صدقا لحل سلمي أو يعني لمجتمع خلينا نقول وأفراد مجتمع سلميين خلينا نقول نعم أنا بشكر وجودك معنا أستاذا لا أفضل إن شاء الله تكون تنورتينا وهي تلعط حلقة حقيقية طبعا أستاذ أميرا كانت معي في أحد البرامج بردو يعني برامج رائعة بس من ناحية قانونية كنا عم نحكي وأبدعت فعلا من الحلقات الرائعة وهاي كمان من الحلقات الرائعة شكرا كتير لكم وشكرا على استضافتكم إلي بهذا البرنامج شكرا لوجودك وأكيد ذا حيكون معنا حلقة تانية نحن نحكي بتفاصيل أكثر لأنك عملت عندي هيك أفاق بكذا حلقة إن شاء الله أكيد أكيد بتشرف كل الاحترام للك كل الاحترام وأكيد متابعين الكرام نلتقيكم بحلقة جديدة من برنامج ساشا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة